الخبر الأول اللي عادنا عن شاهدوا سمند وتهجمهم على مريم اللي هي أخت أسه والأشخاص اللي حجوا عليهم لما طلعت الإشعاعات قصتين والهرامات كلها عبارة عن كذبة فيهما مريم و هواي مما شاهدوا بالثوث مباشر وصار يتفون عليهم ويتهجمون عليهم إنهم متجذبين شاهدوا سمند ولكن بعد شاهدوا سمند نزلوا مقطع على قناتهم باليوتيوب وشرحوا بي إن الموضوع كل عبارة عن حقيقة وحطوا الدلائل و كده و إن الموضوع عبارة عن حقيقة فمريم و هواي من مشاهدوا حجوا عن هذا الموضوع مطلعوا واعتذروا عن اللي تسبوه هذا الشي اللي خلي شاهدوا نتزع على سبب الإنستجرام هذا اللي سوري اللي كانت كاتب بي عندي سؤال إشه لما طلعت الإشاعات والاتهامات الباطلة عنا بخصوص الأهرامات أشخاص معينة طلعوا حجوا علينا بالباطل بس لما طلعنا و أثبتنا الموضوع و الفيديوهات إنه خلص كل شي عبارة عن حقيقة مكذبوا إشاعات نفس الأشخاص مطلعوا حجوا مرة ثانية هذي أخونا راح نتزع على الموضوع والحمد الله على كل شي هذا اللي خلي متابعين شاهدوا سمدوا أنوا راحون يتهدمون على مريم و غاية من مشاهدوا على هذا الموضوع فاكتبوني أحبابكم التاتيت ويمنوا وي الأشخاص هذو الحجة وي الشهد وسيمن ننتقل حاليا نور مارو إعلانا أنوا راح ينزل مقطع على قناة حيكون عبارة عن فضايح فاش انتوقعوا المقطعي يا حبايب وبنسوا كتب المقطع راح ينزل الساعة بالخمسة فحطوكم إستورية تشوفوها ننتقل حاليا نورينا بيوتيوب وإعلانا أنه هي راح تنزل مقطع عبارة عن حفلة الـ 12 مليون مشتركة بقناتها فيصار تقول ممكن المقطع ينزلكم اليوم أو باجر راح تقوم الستوريتما تعمل تفتهمون أكثر اوكي للناس اللي عم تقول وين فيديو الحفلة اللي لسا ما نشرتي والله العظيم صارينا يومين عم نشتغل عليه انشاء الله اليوم لحقو سحاور قم بمثلع اليوم لحقو وإذا مو اليوم 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 بكرة أكيد بس انشاء الله اليوم تعالي الروح حاليا لأسومر يوم اليسطر يتفون في اسناعة من زوجية تستوريات كان دايبتون بيها وضايجين بيها ويقولون بيها أنهم حاليا بالمستشفى وهي مريضة وكلش فالله يشفيها يا الرب وإنشاء الله تتحسن بأسرع وقت وكيد لتنسون يا حبايب أنه تتعولها أنه الله يشفيها يا الرب وإنشاء الله تتحسن بأسرع وقت ننتقل حاليا لياسو ويسام تيكت والتقاهم هي بعض من جديد بالسر ويسام تيكت نزع على حسبة بالإنستجرام شت ستوريات لو تسمعون بها زين وتركزون بها أنه صوت ياسو تموجب بالسطوري طبعا المصيحات صالحة ولكن ما زلوا يتقون بالسر وماكوا هايد لا يتبين أنه هاي الالتقاءات ماتهم بين مكشوفة ولكن ما زلوا يصورون بعض بالإستوريات والإسم من فولة البعض فمادر يشوفوا الإستوريات موسيقى فش توقعني يا أحباب السبب اللي دخلوا من تقونوا يابعض بالسر مو قدام العالم اكتبوا الأحباب بالكومنتات شون دقاتكم لهذا الموضوع ننتقل حاليا لأحمد أبرو شرحة شون السبب الخلاف اللي صاير بينه وبين عائلة بيوتي فلنزا شو تستوريات شندي يحتي بها عن هذا الموضوع راحتكم إياها اللي حاب نشوفها كامل يفتهم سبب الخلاف شوفوها ليش بكره مارينة حاجة بصراحة اللي صار أنه كلما معلوني أنفولو وقتها عشان حكيت عن شيرو كان شيرو بالبسريزون تمو سخرت عليه فلما كلما معلوني أنفولو أنا حسيت أنه هاااااا فصلت أحكي عنهم أكتر جكارة مش كره بس صراحة ما كان صح يعني ما لازم يعني زي ما أنا بطوقع منهم Rudyна Какелين continuer لازم誰 يأخذوا الأمور الخاصية لازم من أحد يعملني أنفولو أما أخذوا موضوع شخصي ببضه فها كانت قلة عقل مني بصراحة بقولها بطل حواب نوصات المقطع لا تنسوا تفجرون هذا المقطع باللايكات وبهس جينيك وفهس زين من القناة من بيكت القصص مع السلامة